ذهبية السباق مئة متر دكور بالبطوعة الإفريقية لعب القوى بمراكوش كانت من ناصيب العداء الإفواري والفريد كوفي بعد قطعي السباق في زمن قدره عشر ثوانين وخمسة أجزاء من المئة محسنا رقمه الشخصي ومتأهلا بدلك لكأس القارات بمراكوش شاش جامبيرا القادم أنا مصرور جدا لتمكني من جاب الميدالية الذهبية الأولى لبلدي في البطوعة الإفريقية هل تمكنتم التحقيق هذا الإنجاز وتحطيم الرقم القياسي لصحة العالف لمنتقم الربوش؟ أشكر كل الشعب الإفواري وكل من سندني على تحقيق هذا الهدف الرتبات الثانية والثالثة عادتها للعداء للنيجيريين جيلكس ماركس ومونزافو إدوارد في محل العداء المغربي الوحيد المشارك في المسابقة عدز أحد في الرتبة السادسة ويدكرون الرقم القياسي البطول لازال في حوثة العداء النيجيري أوغنكو ياسين مدس 1998